الخميرة مع كريم البنسنول أقوى مليون مرة من البوتوكس والفلر هتنفق خدودك هتزيل التجعيد والخطوط الرفيعة هتشد بشرتك هتفتح بشرتك تفتيح رهيب هتوحد لون البشرة وهتخلي بشرتك بفيش فيها أي تسبوات كمان هتدي ترتيب حلوة أوي ونضارة للبشرة هتخلي كده وشك ينور مش هتحتاجي أي ميكوب الوصفة حلوة أوي يا بنات بس مع الاستمرار يعني مرتين كده في الأسبوع تعمليها هتشوف منها أفضل نتيجة ومرة تعدي على قناتي وتشوفيني اعمل اشتراك للقناة وفعال الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي الجديدة اللي أنا بنزلها شايري الفيديو كده لصحابك والحبيبك لختك لممتك خلي كده كل يستفيد من وصفة وأهم حاجة طبعا ما تنسوش يا بنات اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو بيوصله الأكبر عدد من الناس يلا بنا كده ندخل في الوصفة على طول أول حاجة معي وهي الخميرة هياخد هنا كيس من الخميرة كيس كامل من الخميرة أو معلقة من الخميرة معلقة مليانة كده من الخميرة لو عندك الخميرة سايبة خدي معلقة من الخميرة طبعا احنا عارفين فويض الخميرة الخميرة فيها فويض كتير للبشرة وعملنا منها مسقات كتير ومشاء الله كل مسقات الخميرة بجد تحفة الخميرة يا بنات فيلر كده وبوتكس طبيعي لبشرتك بتنفخ الخدود البنات اللي عايزة يبقى لها خدود الخميرة من الحاجات الحلوة جدا اللي بتنفخ الخدود بس طبعا مع الاستمرار يعني اكيد مش من اول مرة هطلع لك خدود يعني يبقى بدحك عليك لو قلتلك من اول مرة هطلع لك خدود مع الاستمرار هتلاقي كده الخميرة عاملالك خدود كده ومشاء الله كمان بتزيل التجعيد بتشد بشرتك حلوة قوي. انا هنا ضفت كمان معلقة مليانة من النشا نشا الدرة. طبعا احنا عارفين ان النشا ملك التفتيح. النشا بتفتح البشرة بطريقة حلوة جدا بتنظف كمان المسام فيها كمية من البروتينات. اه بتزود كده انتاج الكولاجين في البشرة. كمان فيها فيتامين سي فيهم ضدات اكسادة. فمن الحاجات الممتازة للبشرة. خلطت بقى النشا والخميرة باللبن الحليب. اه تلت اربع معالق كده وقلبي. تقدر تستبديل اللبن بالزبادي. اللي موجود عندك استخدميه. مفيش مشكلة. هتنزلي واحدة واحدة. وتقلبي لحد ما الخميرة تفك معاك. الخميرة بتاخد وقت شوية على ما تفك معاك. مع الاستمرار كده قلبي كويس لحد ما تاخد القوام اللي انت هتشوفيه الوقتي. اما حاجة ان كله كده يتجنس مع بعضه وتاخد القوام الكريم اللي انت شايفها ده. شايفين يا بنات القوام بقى نعم خالص والخميرة دابت مفيش فيها اي حبيبات خالص. بعد كده بقى هضيف معلقة كبيرة مليانة من جل الصبار. جل الصبار يا بنات حلوة جدا في التفتيح. من الحاجات الممتزة جدا في التفتيح وكمان في الترتيب. يعني بيدي ترتيب حلوة قوي. كمان بيزيل البقعة الدكنة والهلات السودة. وبيقلل كمان من التجعيد والخطوط الرفيعة. كل ما بشرتك تكون ايه فيها ترتيب. كل ما التجعيد بت بتقل او بتاخري ظهورها. فمشاء الله جل الصبار من حاجاتي الممتزة جدا. يعني حتى لو انا مش عاملة المسك ده. فانا بستخدم جل الصبار كده يوميا على بشريتي. ايه بيخلي البشرة كده طرية ونعمة. وكمان خصان البشرة الجفة يعني انا بشرتي جفة. فهو ما شاء الله حلو جدا كمان للبشرة الجفة. قال ليه بيبقى المكونات كلها مع بعض كويس? ويدمجي كده جل الصبار ببقى المكونات. والاضافة اللي بعد كده والاخيرة وهي كريم البنسنولة. هياخد معلقة صغيرة من معلقة الشاي كريم بنسنولة. لان الكمية اللي احنا عملنا مش كبيرة اهو. معلقة صغيرة تبقى كفاية. كريم ده بنات ممتاز بجد خطير. انا بستعمله بقى السنين. ومشاء الله النتيجة بتاعته حلوة جدا. بيفتح البشرة بطريقة خطيرة. كمان بيدي ترتيب عالي جدا للبشرة خصوصا برضو البشرة الجفة. انا بشرتي جفة. وحساسة. فمشاء الله الكريم ده حلو جدا مع مع بشرتي. ومع كل الانواع البشرة بصراحة هو ممتاز بجد. فلما دخلته كده في الوصفات الطبيعية النتيجة بتاعته ما شاء الله حلوة قوي. حلو جدا في التفتيح والترتيب. مع مصك الخميرة ده النتيجة بتاعته بجد خطيرة. المصك كده جاهز معي. هتفرديه طبعا على بشرتك. طبعا بشرتك تكون نضيفة. تكون غسلة الاول بشرتك كويس. وتبدأ بقى تفرديه على اديكي وعلى الابتك وعلى وشك. ما شاء الله حلو جدا. هتسيبه طبعا على بشرتك لحد ما ينشف معاك. ومسكات الخميرة يا بنات انا ما بفضلش ان احنا نحتفظ بها في التلاجة. هو ممكن تسيبيه في التلاجة يعد معاكي يومين او ثلاثة. بس انا بعمل كمية يا دوب الكمية اللي بعملها بخلصها وبرجع جددها تاني. فالافضل ان انت تعملي كمية صغيرة وما تخلص ترجع الجددية تاني. مسكات الخميرة بالزيت. انا حطيتها بس هناك كده برطمان للتصوير. اه لكن انا خلصها مش هعينها يعني. زي ما اتفقنا هنخسل بشرتنا الاول وهنفرد كده المسك على ادينا وهنسيبه لما ينشف خالص. اه دهيني كده يعني ايه طبقة الاول. واسيبيها كده دقيقتين او تلاتة. وارجعي زودي يعملي طبقة تانية. عشان كده تدي معاكي نتيجة حلوة. شايفين يا بنات المسك خفيف وناعم. ما شاء الله حلو جدا. ممتاز بجد. هسيبيه بقى على ايدك لحد ما ينشف. وبعد كده لما تيجي تخسلي ايدك. انت مش هتفروكي ايدك. لما المسك ينشف مش هتفروكي ايدك. تحت المية بقى وهتخسلي ايدك كده بحرقات دائرية. يعني تعملي كده تدليك لادك وانت بتخسلي. يعني ايدك تحت المية وتدليك كده وانت بتخسلي ايديك. هتلاقي نتيجة ما شاء الله حلوة جدا. كده كان شكل كده المسك بعد ما نشف معي. تقريبا بعد ربع ساعة او تلت ساعة. بقى بالمنظر ده. بعد المسك طبعا هتخسلي وبعد كده ترتب باي مرتب انت بتستخدميه. اي مسك بتعمليه لازم بعد المسك ترتب بالاي المرتب. يعني الموجود عندك رتب بيه. عشان بشرتك كده تفضل كويسة ويفضل ايه فيها نظارة كده وترتيب. لو وصلت يبقى معي الحد هنا ما تنسيش تحط اللايك. لو لسه ما حطتش اللايك. ولو لسه ما اشتركتش في قناتي اعمل اشتراك للقناة وفعال الجرس ان يوصلك كل جديد. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.